اشتركوا في القناة اهلا بك تفضلي معك الدكتور اهلا بك سيدة فاطمة اهلا بحضرتك اهلا دكتور ايش اخبارك بخير ونعمة فاضل الحمد لله الحمد لله عندي مشكلة غريبة ان احلانا عندي العط ما اقدر انا بجلها العطة العطة انا ما اقدر اه العطة ما بتعافيش تكملي العطة ايه ها ما بتقدريش تكملي العطة ايه هي تجي بس ترو يعني ما تطلع وهذا يثبت لي احيانا امراض يعني مع احيان تضار 5 ايام 6 ايام نفس الشي يوم العطة اذا تطلعي ايها هوا تعالين بص عليها كده العطة بتحصل ايه العطة بتحصل نتيجة اه تهيج بيحصل تهيج في منطقة الانف يعني والشم فده معناه ان العطس وهي كده بيحصل بعدها ان انا بنفخ هوى جامد جدا اللي هي العطسة علشان اتخلص من هذا التهيج فالعطسة معناها انها طريقة وسيلة انا بتفاعل بيها مع رفضي انا مش مفتاح مش مفتاح للجو اللي انا فيه فانا مش مفتاح للجو اللي انا فيه فبعطس عشان اغير الجو اللي انا فيه فالعطسة بتحصل ليه علشان اغير استقبالي اغير الجو اللي انا فيه الجو اللي انا فيه مش مريح ليه فلو انا مش حق لو انا الجو اللي انا فيه وده الكلام اللي يحصل معاك انت عايشة في جو الجو اللي انت فيه انتي اه مش مريح مثير جدا ومش مريح وفي نفس الوقت ما انتش قادر غيريه. ام. كان لما انتكرك رابلك. ايه يصير وقت السفر لو احس نفسي انا لانا متعود على جو معين. وعلى روتيم معين. فعو وقت السفر او ضوطة تصل ليها يكل ليها الشيء. بالزبط. فانت عايزة جو معين وروتيم معين وانت مش مش قادرة تخديه. فما تقدرش تكمل العطسة. لانك انت مش مرتاحة. بس في نفس الوقت ما قدرش اعمل حاجة. ايه طيب ده الحل الدكتور. ام 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 ده سؤال جميل بقى. ايه الحل? ام. الحل هنا? ايه? تعالي نحل العطسة برضو. عدم الارتياح للجو ده. واختبال حضرتك ده معناها ان انت خليك معي سانية واحدة عندما الارتياح للجو. اتنين. احد اتنين اتنين؟ احا. 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 ده معناها ايه حضرتك? ان حضرتك اما بتشمي او بتعيش في جو مختلف انت بتبقي مش مفتاحة. مش مبسوطة. مش مفتاحة خالص. وعايزة. وعايزة تغيري. عايزة اعملي حاجة. باي شكل? معي حادثة? ايه? معك. اه. انا بس بفكة بس تعالي معاك كده. فا. اه. 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 فالتهيق ده. التهيق ده بيحصل. وبعد كده بعد التهيق بتحسي ان انتي عايزة تخلصي من التهيق. التهيق ده. واحد اتنين. لأ هو واحد اتنين. ايه واحد. سنة يعطي حالك. ثلاثة اربعة. ثلاثة اربعة اتنين واحد. اه. فالتهيق التهيق ده بيحصل. بيحصل امتى التهيق? انها القصة بتشتغل شوية بالمقلوب. القصة التهيق بيحصل اما انت تحسي ان انت مش قادرة. انت بتحسي ان انت مش قادرة تعبري. انت بتحبي تعبري بطريقة معاية. بتحبي تتفاعلي بطريقة خاصة بيكي انت. معايا? ايه. فما بتبقي عايشة في جوه. ما بتعرفيش تعبري فيه. معايا? ايه معايا. ايه معا. عايزة تعتاصي. وما يكون المشكلة بقى في عندك انت رطيفة جدا. انت بتيقي عايزة تعتاصي. تيقي تعتاصي انت مش عارفة تعبري. ومش عارفة تعتاصي برضو. لاني ما ينفعش تعتاصي. ايه انا انا حتى لو عبرت احس انه يمكن اه ما ما يعجب يعني. يعني احيانا يوم اكون مش مرتاحة. فلما ما اقدر اعبر لانه في شيء يعني في شيء كاتميك في شيء انا مغادرة يعني. اا ام. يمكن ما يعجبت الناس تعنيين. فالحل انا بسيط. الحل انا بسيط جدا. الحل انا بسيط. الحل هو ان حضرتك تنتبهي ان انت بتبقي عايزة الاخرين. هيك دايما عايزة الجو اللي انت فيه او الناس اللي حواليك يتعاملوا معاك ويتفاعلوا معاك بالطريقة اللي انت عايزها. وانت ما عندكيش مرونة خالص للطريقة اللي انت عايزها. فلو ما خدتيش اللي انت عايزها بتتدايقي. فالقصة عايزة شوية التمرين. ان انت كل ما تلاقي نفسك قاعدة متوجسة جدا هما الناس اللي حواليها هتعاملوا معاك ازاي. انتبهي ان الحل ده مدور ليكي وش حال مفيد. مع تكرار هذا الانتباه ان شاء الله القصة دي هتروح. ان شاء الله دكتوري اعطيك العافية ما تكسر. اهلا بيكي استرسي. اهلا بيكي. اهلا بيكي.